بسم الله الرحمن الرحيم الحياة ورحمه الله ورحمه الله تعالى خلف ما يعلم جائز كما تغلقمينه بعد من عند الحذف اسم الله الرحيم المبتدى والخبر عمدتان لا يجز حذفه اي منهما الا لدليل فإن دلع المبتدى لدليل جاز حذفه وإن دلع خبر الجليل Sofia وإن دلعنا دليل جاز حذفه ما معا ويف يكون حذفه جائزا وحيانا واجبا بقى من عمل صالح فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه أيذا عمله لنفسه ويقسموا بالله جهة إيمانهم لأنهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة أي طاعتكم طاعة معروفة أو طاعة معروفة خير من إيمان كاذبة على خلاف المحذوف المتدى والخبر كما تقول زيد بعد من قدكما يكثر في مواضع نظمها بعضهم بقوله وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفام وذاك قول الله نار حامية من بعد قوله تعالى ما هي وبعد قول والدليل الله لذاك قول الله قالوا ساحر وبعد فجز وقد يدلوا إن لم يصب هوابل فطلوا وقالوا وحذف ما يعلموا جائز كما تقول زيد تقول من عندكما فتقول زيد تغذير زيد عندنا حذفت الخبر وبعكسه وفي جواب كيف زيد قل دنف حذفت المبتداء لوجود ما يدل عليه وتغذير زيد دنف أي أشفاه الحب حتى أشفاه على الهلاك وأصلحه بعضهم قال وفي جواب كيف زيد قل سليم فزيد نصر وني عنه إذ علم يحذف يحذف المبتداء وجوبا في أربعة مواضع ولم نذكرها يحذف المبتداء وجوبا إذا كان الخبر مشأرا بالقسب نحو في ذمة لافعلا نكلا في ذمة يمين ويحذف المبتداء إذا كان الخبر مصدرا أغنى عن فعله نحف صبر جميل قال السيبوي حدثني من أثق بعربيته أنه من أثق به أنه سمع عربي وقال لأحدهم كيف أصبح فيقول حمد الله وذنب عليه أي حالي حمد الله وذنب عليه حذف المبتداء فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذون السبيل أمن تبقي الحي عارف حذف المبتداء أي أمري حنان أو حالي حنان الثالث إذا كان الخبر نعتم مغطوعا للمدح أو الذنب أو الترحم نحو السعادة بالله الرحيم من الشيطان الرجيم تصدق على الفقير المسكين التغذير في كل ما هو هو الرابع الأخير أن يكون الخبر مخصوصا نعم وبئس نحو نعم الرجل زيدون عند من عربه خبرا فمن عرب أما ما عربه مبتداء والجملة قبله خبره فلا شاهد فيه هذا من قوله وفي جوابك كيف زيدون قلت نف زيدون السونية عن العرق ويحذفان معا كقول الله عز وجل عز وجل عز وجل والله ياسم المحيط من نسائكم إن ارتبتم بعدتهن ثلاثة أشر والليل محيطن أي فيعدتهن ثلاثة أشر حذف المهتداء الخبر هل الموضوع ذكرها وهي حذف حذف الخبر وجوبا قالوا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين يحذف الخبر كثيرا بعد لولا نحو لولا زيد لا أكرمتك لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا أنتم موجودون أو لولا أنتم أضللتمون أعوذ بالله لولا زيد أي موجود قالوا طال الكلام طال الكلام بعد لولا بجوابه لولا فاستغنوا بجوابه لعن خبر الممتدر الواقع بعدها وراء قالوا هذا إذا كان امتناع جوابه لولا منصبا على وجود الممتدر فإن كان منصبا على نسبة الخبر إلى الممتدر لا يجد الحل في الخبر نحو قول الزبير رضي الله عنه فلولا بنوها حولها لخضطها كخطة عصفور ولم أتلعظمين وكوغي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا قومك حديث عاد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابيني وجعلت على قواعد إبراهيم عليه السلام هنا لابد من نكر الخبر لأنه لا يدل علي شيء لا معنى قولي وبعدها لولا غالي بنحاف الخبر حتم وفي نص يمين إذا كان الممتدر نصب اليمين لا يحتمل وغيره نحو لعمرك إنهم لفي سفراتهم قالوا لعمرك قسمي أيمن الله لا يفعلنك لا أيمن الله قسمي فإن كان الممتدر ليس نصب القسم يستعمل في القسم وفي غيره يكون حذف الخبر جائزا نحو يمين الله نحو عهد الله لا يفعلنك أهد الله ليس نصب القسم وإن كان في هذه الصيرة مش عهد بالقسم عهد الله علي فإن قلت علي جازة وإن حذفتها جازة لأن عبارة عهد الله يستخدم جاء إذا تقول عهد الله يجب لو فاو به أضحف وفي نص يمين يستغل وبعدها وفي نص يمين يستغل نصب المعي نحو كل صديق وصديقه أي مقبول عنه ونصف المعي كمه لكل صالح وقبل حال لا يكون خبرا كذلك يحدث الخبر إذا أغنت عنه حال لا تصلح أن تكون خبرا والمبتدأ في هذا المثال يكون مصدرا ناصبا لمفسر صاحب الحال أو أفعل تغضير مضاف إلى مصدر نحو ضرب العدة موسيعة شرب الماء باردا لا تقول شربي بارد ولا تقول ضربه موسي لا يقال هذا فالحال لا تصلح أن تكون خبرا المبتدأ لا يقبل عنه إلا بما يصلح وصيفة له مضافة فإن أغنف عن الخبري حال تصلح أن تكون خبرا كان حدف الخبري جائزا لا واجبا حكى الفراو عن العرب أو الأخفش عن العرب زيد قائما أن يبدو قائما قرى علي رضي الله عنه لينك لو تذيبوا ونحن عصبة عصبة تصلح أن تكون خبرا كما هي قراءة الجمهور فالخبر في هذا جائز وقلتك نحن نبدو عصبة أو نظر عصبة لو ذكات الخبرا جائز لأن الحالة تصلح أن تكون خبرا وهذا مهم من قوله وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد يضمر كضربية العبد موسي المبتدأ في هذا مصدر وأتم تبيني الحق المبتدأ في هذا أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر فالحب ما نظر من حكا قال الحمار الخبر يتعدد كقولك أولي صلى وهو العفور الودود والعرش المجيد وبعاول ما يريد قال أرشاد ينام بإحدى مقلته ويتقي بأخرى المنايا فهو يقوان نائم قال صلى الله عليه وسلم هذا من قوله وأخبره ببنين يوبي أكثر عام واحد كامسرات وشعراء